مصدر داخل نادي الزمالك قال لنا في رقم عشرة ان فريرا مدير فني لنادي الزمالك رفض التعاقد مع مدافع جديد بدلا من الونش اللي غيابه هيتول شوية من 4 ل 6 شهور بسبب اصابته فيه بقطع في وطر العضلة الخلفية الراجل شايف انه فيه محمد عبدالسلام في قائمة الانتظار وفيه لعيبة شباب ممكن يساعد منهم لقوام الفريق الاول عشان كده هو مش محتاج مدافع في فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم ده بالنسبة لبديل الونش ده بالنسبة لبديل الونش كخبر خبر تاني انه نادي الزمالك في هذه الفترة قرر انه ما يتكلمش ابدا في تجديد عقود اي لعبين ده بالنسبة لامير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك رفض تماما انه يبقى فيه جلسات للتفاون مع اي لعب حول تعاديل عقده الا بعد مباراة السوبر دلوقتي مفيش كلام غير في مباراة السوبر المصري اللي هتكون يوم الجمعة اللي جاي وبعد كده الزمالك يفتح باب المفاوضات او باب التفكير في تعديل بعض عقود لعبي كمان من نادي الزمالك عمري السيسي مدافع او عمري السيسي لاعب وسط نادي الزمالك غالبا فريرة هيحطه كمفاجأة في مباراة القمة القادمة غالبا في مباراة القمة القادمة هيحطه هيحطه وغالبا هيكون بديلت زكريا الوردي غالبا دي مصادرنا في نادي الزمالك هو النهاردة اداله شوية في هذه المواجهة وغالبا هيبقى موجود في المباراة اللي جاية مباراة القادمة في السوبر